ننتقل مع حضراتكم من الرياض ونشوف المشهد في أوروبا وتحديدا في العاصمة الفرنسية باريس بتنضم إلينا الدكتورة جيهان جادو منصق حملة مواطن في فرنسا مساء الخير دكتور جيهان وكلمينا عن المشهد النهاردة في باريس ومدى الإقبال من قبل المصريين المقيمين في فرنسا على صناديق الاقتراع مساء الخير دكتور عصد المشاهدين طبعا بكل كده نهاردة كان يوم حافل الحقيقة فتحت استفارة أبوابها في ساعة ساعة صباحا أمام الناخبين وعايز أقول لها حضرتك برغم قصاوة التقسي يعني بالبرد الشديد ويمكن نهاردة كمان يوم عمل رسمي عندنا هنا في فرنسا لكن كان هناك أعداد الحقيقة كبيرة توفدت على مقر استفارة الفرنسية للإدلاق بصوتهم الأنماط اللي كانت موجودة الحقيقة يعني كل الأعمار كانت موجودة سواء سيدات أو شباب أو حتى كبار السن وأيضا ذو الإحياجات الخاصة لم تمنعهم أبدا ظروف التقسي من التوافد على مقر استفارة للإدلاق بصوت العملية الانتخابية صارت الحقيقة بأريحية شديدة نتيجة التنظيم الهائل من السفارة والفرنسلية المصرية بباريس فما كانش فيه أي عقبات تم رصدها اليوم من داخل المقر الانتخابي تعيق العملية الانتخابية الأعداد الحمد لله النهاردة مقبولة للغاية جدا ويمكن جيدة جدا كمان يمكن إحنا بنتوقع أن يكون غدا وبعد غد يعني أقضل أكثر فأكثر لأن الحقيقة عطلة أسبوعية فطبعا الكل يتوافد في أيام العطلة طيب دور حضرتك يعني حركة مراثقة لحملة مواطن في فرنسا مهم جدا وإحنا شفنا يعني قبل انطلاق عملية التصويت النهاردة كان فيه حملات كثيرة جدا فيه أماكن وعواصم عديدة لحث المصريين بالذهاب إلى السفارة وللإدلاق بأصفاتهم أهمية الحملات التوعوية دي حركة شايفة لعبة دور إزاي فيه تحريك وحث المصريين على المشاركة الإيجابية الحقيقة طبعا التوعية مهمة جدا جدا الحقيقة يمكن التوعية السياسية من أهم العناصر اللي ساعدت في الإقبال اليوم على الانتخابات برغم الظروف لكن الحقيقة يعني ما قمنا به على مدار ثلاث أشهر تصدق العملية الانتخابية الحقيقة تم جني ثماره اليوم من الأعداد التي توفدت على المقرات الانتخابية في كافة أنحاء العالم الحقيقة نتكلم على الجالية المصرية هنا الفرصة لكن الحقيقة في الجاليات المصرية في الخارج الأعداد كانت تفرحها غير متوقعة بأن يكون هذا الإقبال على اليوم الأول خاصة يعني فطبعا التوعية مهمة جدا الحاشد كان مهم جدا غربة العمليات المركزية التي قمنا بها في هذه الحملة من سواء من رد على التسارات أي مواطن يرغب في توضيح أي صورة بالنسبة لإجراءات الإدلاق بالأصوات أو أيضا تزليل العقبات سواء بوسائل التنقل من المنازل إلى مقرات الانتخابية أو أي مشكلة تعتري أي ناخب إحنا كنا بنتفضليها وبنتابع معهم بصورة مباشرة وهناك تنصيب كامل ما بيننا وبين أعضاء الحملة حتى يتم رصد هذه الأقوة ده شيء عظيم جدا وبش غريب على المصريين دايما بشكرك شكرا جزيلا دكتورة جهان جادو منصق حملة مواطن في فرنسا